اشتركوا في القناة من نجاح للنجاح بنشكره طبعا على الدعوة اللي وجهها لبرنامجنا النهاردة لتغطية حفل توقيع الرواية وتعالوا مشاهدينا نبدأ الحلقة ونشوف التقرير مع بعض يعني يا رفي بركات في الاخر رواية بترسم نموذج بطل أو صورة بطل تتخيل بطل شبهنا من ثقافتنا شاب من صعيد مصر من بني سويف وشاب إمكانياته ضعيفة ظروفه صعبة ظروفه المادية صعبة وظروفه الاجتماعية صعبة لكنه مصر ينجح ومصر أنه هو يوصل لحقيقة تسعد أهل بلده ويعرف سر غنى أرض بلده فهو بيبدو المجموعة من المغامرات المتتالية علشان يوصل للسر دوا وللهدف ده هي في الاخر محتاجين نموذج بطل في بلدنا محتاجين نموذج يرسم عند الشباب لمع تعين ده أنا قريت الكتاب وحسيت أنه كتاب مشوق ومسلي وأنا نفسي تشديت وكملت للآخر ما هو عامل سنة 14 ل15 سنة لكن هو ينفع كل الناس تقرأه يعني هذه الإضافة للمكتبة الثقافية من دعاية إسلامية بتكلم على التسامح والتصالح بين الأديان هو شيء مهم مفروض كلنا نقف جنبه ونشد على ديه ونتمنى مزيد من الكتب منه ومن كل المثقفين سواء المصريين على خلاف أديانهم وعلى خلاف ألوانهم وعلى خلاف أي شيء لأن طول عمر مصر هي كده مبسوط جدا أنا موجودة النهاردة مع دكتور عمر خالد في إيفانت مهم زي ده دكتور عمر دائما مكان مشغول يعني بحال الشباب طول السنين اللي فاتت ولا أزال يعني ربنا يبارك في عمر حضرته متأكد أنه الرواية هيكون فيها كتير قوي من الحاجات اللي مار بها دكتور عمر شخصيا من الخبرات والاحتكاكات الكبيرة اللي مار بها مع شباب يمكن العالم الإسلامي خاصة والعالم كله عامة فرحانا أنا موجودة النهاردة في بداية مختلفة وفكرة مختلفة وإن شاء الله تكون بداية سعيدة النهاردة احنا جايين نبارك لدكتور عمر على الرواية الجديدة اللي هو عملها هو دايما دكتور عمر بيبقى مبتكر دايما في الأفكار فإحنا جايين أصلا عشان نشوف إيه الفكرة الجديدة وإيه القصة اللي فيها كلام الناس عمالها ببقالها فترة وعمالها تتكلم عليها بصراح حبينا نكون معاه ونشاركه افتتاح القصة أو كتابة بيبقى دايما مؤتمر يعني بيعانونه مؤتمر للقصة يعني هجايين النهاردة طبعا نشكر دكتور عمر ونقوله ألف مبروك يعني على الرواية الجديدة وإن شاء الله وهو برضو تتكلم النهاردة على حاجة مهمة لأن هو الأطفال يقروا يبتدوا يقروا تاني زي زمان وكده فيارب بقى بناتنا يبتدوا يقروا كل الأطفال يعني وإن شاء الله يبقى خير بإذن الله وألف مبروك لدكتور عمر اشتركوا في القناة